فأول ما يصرف الحزن هو القرآن إذا غرس التوحيد في القلب انصرف الحزن التوحيد نعم التوحيد وإذا كان الإنسان رفيق القرآن انصرف الحزن كيف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء تأملوا في عظمة هذه الآيات القرآن نزل للسعادة لسعادة البشرية كلها في الدارين من يقول أن هذا الدين يدعو إلى الحزن وإلى التواكل وإلى الخمول كاذب والله أن ديننا دين الفرح ولا يدعو إلى الحزن إلا الشيطان ليش؟ لأن الله يقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكر المؤمنون إذن الحزن ليس قرين المؤمن وإنما المؤمن في سعادة دائمة وفي طمأنينة كاملة يا أيتها النفس المطمئنة كنت مدى الحياة مطمئنة على الله فارجعي إلى ربك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية الطمأنينة لا تأتي في القلب الغافل ولا تأتي في القلب الحزين ولا تأتي في القلب الحاقد ولا تأتي في القلب المتذمر وإنما تأتي في قلب المؤمن الصادق في توحيده هو التوحيد أساس كل شيء ليه؟ انظر يا أخي ربنا إيش يقول في القرآن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أقرأ الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة تبغى السلم؟ السلم الاجتماعي السلم النفسي السلم في الحياة كلها كن مع الله عز وجل موحدا موقنا صادقا كلما زاد العبد يقينه على الله وكلما ارتفع إيمانه وتوحيده لله التوحيد ممارسة هو الإيمان السلف كانوا يعتبرون العقيدة هي الإيمان ولذلك كلما كان توحيدك بالله وثقتك فيه مرتفعة كلما كنت سعيدا طيب إيش اللي يجيب الهم والغم أولئك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون طيب إذا ألبس إيمانه بتوكل على غير الله وثقة في غير الله ودعاء لغير الله هل يكون مطمئنا وهل يكون سعيدا لا إن الله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله ومن يشرك بالله فكأن ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إذن كلما ازدادت عقيدتك في ربك سبحانه وتعالى وإخلاصك وتوجهك إلى الله كلما كنت سعيدا في حياتك طيب والذنوب الذنوب أيضا من المنغصات ومن جوالب الحزن ولذلك قال بعض السلف إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسك تبغى تستأنس خليك مع الله سبحانه وتعالى ابتعد عن الكبائر فإذا كان تنالك صغائر فسيكفره الله عنك إذا صدقت مع الله في توبتك لما نزل قول الله تبارك وتعالى من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا اغتم أبو بكر رضي الله عنه حزن فين المهرب من الله عز وجل إذا كل سوء حنجز به فتوجه ظنه إلى أن كل جزاء سيكون بعذاب النار فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله قد أنزل من يعمل سوء أن يجز به قال يا أبا بكر ألست تمرض قال بلى قال ألست يصيبك الغم والهم قال بلى قال ألست تحزن قال بلى قال أنت وأمثالك ذلك ما تجزون به الحزن والغم يأتي للإنسان إذا أخطأ يؤدب الله المؤمن ولذلك أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ما أصاب في الأرض ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إذن ما يصيب المؤمن من البلايا إنما هو بسبب ما يعمل من أعمال كيف الهرب من الأحزان ثقتك في ربك ومعرفتك له لما قرأنا أول سورة طاها انظر ماذا يقول الله لك بعد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إذا أردت أن لا تشقى فاعلم أن هذا القرآن تذكرة لمن يخشى وإذا أردت أن لا تشقى فاعلم أن هذا القرآن تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلا وإذا أردت أن لا تشقى فوحد الرحمن الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فهذا الخالق العظيم الذي استوى على عرشه وعرشه فوق كل مخلوقاته وأعظمها ما الكرسي إلا كذرة في فلاة عند عرش الرحمن وما السماوات والأرض إلا كذرة في فلاة عند الكرسي فأي عظمة هذه لله جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبغى يستسقي قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال يا رسول الله هلك العيال وجاعة الماشية وأجذبت الأرض فادعوا الله أن يسقينا فإنا نستشفع بالله استغفر الله فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع عليك بالله فالنبي عليه الصلاة والسلام أطرق رأسه وصار يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله أتدريم الله أتدريم الله أتدريم الله شأن الله أعظم من ذلك شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ما تيجي تقول لواحد أتوسط عليك بربنا استغفر الله تتوسط على الخالق على المخلوق بخالقه ما في أحد مساوي لله أين أنت من قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عظمة الله فوق كل شيء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أتدري ما الله شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه إن ربك فوق سماواته مستو على عرشه وإن عرشه قد وسع سماواته وأشار بيده كالقبة ثم قال وإن ربك مستو على عرشه وفي رواية أبي داود التي ذكرها الشيخ محمد بن عبداللهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في هذه الرواية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ربك مستو على عرشه وإن العرش قد وسع سماواته وإنه ليئط به كما يئط الرحل بالراكم العرش من عظمة الله يهتز ومن قوة الله عز وجل يكون وجلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية عرش الله لا يتخيله عقل ولا تحيط به الإدراك والله عز وجل كذلك إذا عرفت هذه العظمة كلها فاعلم أنك لو ظننت بعد ذلك أن خالق هذا الكون الفسيح ومدبر هذه السماوات والأرض لن يحل مشكلتك فاتهم عقيدتك وإخلاصك وثتوجهك إلى الله والله من توكل على الله كفاه فالله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنما نصاب بما أصابت أيدينا وبما اكتسبنا وأما الله عز وجل فلا يريد بنا شرا ولا عذابا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما إذا وحدت الله سبحانه وتعالى حق توحيده فاعلم أنه لن يخذ لك أبدا ثم بعد ذلك يأتي الحزن ويأتي حتى للأنبياء لكنه لا يكون طبعا حاشى للمؤمن أن يكون طبعه الحزن أو أن يصيبه الاكتئاب الدائم فلا يصاب الإنسان بالكآبة إلا من بعده وغفلته عن الله تبارك وتعالى أما صاحب الذكر والقريب من الله فإن قلبه متنور فإن قلبه متنور بالقرآن وبذكر الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يأتي الحزن ولكنه ينصرف ينصرف أولا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام لما أبطأ عنه الوحي وسخر منه المشركون وصاروا يقولون يا محمد إن صاحبك قلاك قلاك يعني هجرك مع دبغاك فثقل على النبي صلى الله عليه وسلم وصار شديد الحزن من هذه الواقعة فلما رأى الله عز وجل ما حل بنبيه حتى الأنبياء يبتلوا والله عز وجل يبتل المؤمن على قدر دينه فأشد الناس بلاءا الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل كلما كان الإنسان أرفع استقامه كلما كان أشد تمحيصا من الله عز وجل مثل الذهب الذهب لا يزكو ولا يطلع يعني جماله إلا إذا عرضه الصائغ لحر النار وهكذا البلايا ترفع قلوب المؤمنين وتكفر الخطايا فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله ما تركك لكنه أدبني ربي فأحسن تأديب هكذا كان النبي يقول ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ويذكره بنعمه ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى هنا أيضا يتذكر المؤمن حينما يقرأ هذه السورة أن من صوارف الحزن تذكر نعم الله عليه والله أنا أريد الشيء الفلاني بس ما تحقق قدر الله ما شاء فعل أريد لابني أو ابنتي أن يكون مثلا في الوظيفة الفلانية أو في الواجهة الفلانية أو يكون كذا وكذا ما قدر الله قدر الله ما شاء فعل أذكر نعم الله الأخرى واذكر من هم دونك ولا تنظر إلى من فوقك فإن ذلك أحرى ألا نزدري نعمة الله علينا فكلما تفكر الإنسان في النعم كلما ازداد شكرا للمنعم والشكر يكون بإيش يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح شكر اللسان أن تكثر من ذكر الله وحمدي وتقول الحمد لله رب العالمين فمن قال ذلك فقد أبلغ على الله في شكره وثنائه وبالقلب أن يكون قلبك يعني إيش راضيا بما كتب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط يا لطيف ثم بعد ذلك إذا رضيت عن الله لا شك أنه سيرضيك ولسوف يعطيك ربك فترضى النعم كثيرة ولكن التفكر فيها قليل فكلما ازداد تفكرك في نعم الله تبارك وتعالى كلما ازددت رضا والرضا يا إخوان هو السلام النفسي القائم وهو عبادة الصالحين وهو عبادة العارفين وهو عبادة المخلصين فمن رضي عن الله أرضاه الله وما هي الدنيا مشوار بسيط ولن والله حزنك أو غضبك أو تبرمك لن يزيد في رزقك ولن يطيل في عمرك ولن يزيد في أجرك وإنما تكسب به الإثم وتقل به في درجة الإيمان فاعلم أن الرضا هو طبع العارفين وسيم الصالحين وكان السلف رضوان الله عليهم يتمتعون بذلك يعلمون أن الله هو المدبر يا قلبي ثق في الله فهو المعطي المانع وارضى بقضاء الله إنك إليه راجع ماذا في علم الله الخيرة في الواقع تدبيرك ما يسواش من تدبيري دعني إني إيش علي وأنا عبد مملوك والحاجة مقضية ما في التحقيق شكوك ربي نظر لي وأنا نظري متروك في ظلمات الأرحام صورني من نطفة وبدالي في الإنعام نعمة من كل صفة وخلق لي ما وطعام ونعايم مختلفة وخرجت بغير قماش غطاني وسترني يا قلبي لا تهتم أترك هم الباطن الغيب لا تفكر فيما سيأتي وفيما فدع أمرك لله عز وجل سلم تسلم أترك هم الباطن المقدور محتم سوف ترا وتعاين سلم تسلم واعلم أن المقدور كائن من سلم أمره عاش في حياته متهني تبغى تعيش وانت متهني عليك أن تكون راضيا عن الله عز وجل وأما المتبرم فوالذي نفسي بيده أنه في شقاء دائم وأما المتوكل على غير الله وكلما جاءته مصيبة رمى أحماله على غير الله فإنه والله في فقر لا يسد قال صلى الله عليه وسلم من أنزل حاجته بالناس ابتلاه الله بفقر لا يسد أو بفاقة لا تسد أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليك هموم فاطلب في السعي في حلها لكن لا تنزل حوائجك بالخلق وانزل حاجتك بالخالق فهو الأقدر والأجدر أن تنزل به حوائجك لأنه الوحيد الذي قدر الخلق قدر للخلق مقادرهم لا يستطيع أحد من البشر كلهم أن يغير أقدارك ثم انظر إلى حياتك متفائلة المتشائم والعياذ بالله دائما هو في وبال وصغار ماذا سأكتسب إن نظرت إلى الأمور بسوداوية ستكتسب الأحقاد والأمراض الأمراض تأتي من من نظر السوداوية للحياة النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره التشاؤم ويحب الفأل الحسن والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء القبيحة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفائل بالأسماء الحسنة فلماذا لا نكون متفائلين في حياتنا تفائل انظر إلى الحياة بمنظار حكيم ما هو المنظار الحكيم أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسن التعليل سبحان الله لو نظرنا إلى شيئا من نعمل لا زي المطر العاقل يتحدث ما الله سبحان الله الحمد لله ما شاء الله لقوت شوف الأمطار كفجاتنا فرحت قلوبنا وخضرت أرضنا واستطعنا أن نتنفس أنفاس جميلة ريحة الأرض شو ما الثاني ينظر يا أبو يخربت للسهرة يا أبو يسوي انظر إلى انظر إلى الإيجابيات لا تنظر في حياتك إلى السلبيات صحيح إذا في سلبية نصلحها لكن ما تجعل حياتك ونظرتك إلى الحياة السوداوية قال السماء كئيبة وتجهم قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما قال التي كانت سمائي في الهوى صارت لقلبي في الحياة جهنما جافت فؤادي بعدما ملكتها قلبي فكيف أطيق أن أتب السماء فسخت الخطوب قلت ابتسم فأطرب فلو قارنتها قضيت عمرك كله متألمة قال المواسم قد بدت أعلامها وتعرضت لي في الملابس والدماء وعلي للأحباب فرض لازم لكن لكن كفي ليس يملك درهمة جاء العيد وجاءت المناسبات وجاء مدري وعندي حبايبي الأصدقاء والأولاد والأهل ما أنا قادر أشتري هدية الأحد قال الملابس قال المواسم قد بدت أعلامها وتعرضت لي في الملابس والدماء وعلي للأحباب فرض لازم لكن كفي ليس يملك درهمة قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما قال الليالي جرعتني علقما قلت ابتسم ولئن شربت العلقما العاقل يعلل كل أحداث الحياة فيعيش حياة بسيطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يتبرم من أمر حتى الطعام ما يعيب طعاما إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه ما أكل منه ولا يعيبه صلى الله عليه وسلم لما جاءوا بالضب الصحابة أكلوا الضب بس هو صلى الله عليه وسلم في مكة ما كان عنده ضبان فقالوا أهو حرام قال لا إنه ليس بأرض قوبي فأجد نفسي تعاف أنا ما أقدر آكل الضب لكن أنت كلوا اللي يبغى يأكل هكذا الحياة يجب أن نأخذها بمنظار التفاؤل وبمنظار الرضا وبمنظار القبول لكل ما كتب الله وانظر إلى الإيجابيات في حياتك تعيش سعيدا ثم إذا نزل الحزن بمن نلقيه بمن نلقي بأحزاننا وبمن ننيخ مطايانا ورواحلنا بباب الله عز وجل انظر إلى ربك بقلبك اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد كفاني علم ربي من سؤالي وابتهالي فدعائي وابتهالي شاهدوا لي بالطرار يا سريع الغوث غوثا منك يأتينا جميعا يذهب الهم ويأتي بالذي نرجو سريعا إذا أنزلت حاجتك بالله والله لا شك أن حوائجك تقضى وأن همك سيزول وأنك ستكون في فرح دائم طيب هل هناك أشياء نصحنا أو أرشادنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الحزن أو إذا حلت بنا المشاكل نعم قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وصححه الألباني ورواه الإمام أحمد قال ما أصاب عبد هم ولا غم فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وأبدله مكانه فرحا يروح الحزن ويجي الفرح إذا صدقت مع الله صدقك دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم كل الذكر يذهب الحزن ولكن هذه أشياء دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرعة تفريج الكروب وذهاب الأحزان وإزالة الغموم من القلوب من القصص العجيبة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الله قال يا رسول الله إني أصلي إيش يعني أصلي يعني أدعي عندي كده وقت في حياتي أجلس أدعي فكم أجعل لك من صلاتي قديش تبغاني أدعي لك يا رسول الله قديش أصلي عليك قال ما شئت قال ثلثها قال ما شئت وإن زدت زادك الله من الخير قال نصفها قال ما شئت وإن زدت زادك الله من الخير قال أجعل صلاتي كلها نصفها قال إلى أن قال أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله بدل ما أجلس أدعي حجلس أدعي لك يا رسول الله الله ما حينساك صلي عليها صلاة الله حيصلي عليك عشرة تطلب الصلاة من الله إيش الرحمة ومن الآدميين تضرعا ودعاء ومن الملائكة لما يصلوا على بني آدم يستغفرون لمن في الأرض فهذه صلاة الملائكة علينا وصلاة الله علينا إيش أن يرحمنا صلاة الله الرحمة وصلاتنا نحن تضرع إلى الله ودعاء فلما تصلي على النبي تطلب لله أن الله عز وجل ينزل رحماته على هذا الحبيب الشفيع لتكافئ ما قام به من جهد لإيصال الخير إليك فالله عز وجل لا ينسك تصلي عليه صلاة واحدة ينزل الله عليك بها عشر صلوات يعني عشر رحمات قال أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك إيش تبغى أكثر من كفاية الهم وغفران الذنوب كثروا من الصلاة والسلام على الحبيب والله يا إخوان أشهد الله نزل بي كرب قبل سنين طويلة وكان كربا شديدا وأذن من مؤذن خبيث ويريد مكرا شديدا فكنت أدعو الله فرأيت في المنام أحد أصدقائنا الصالحين وقد كان وزيرا صالحا تقيا رأيته عند باب السلام في الحرم وهو ينظر إليه ويقول يا لطف الله صلي على رسول الله والله العظيم فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم أكثرت في ذلك الشهر من الصلاة فصرت أصلي في اليوم ما أستطيع خمسمائة ألف ألفين اللي أقدر عليه طول الوقت أصلي على رسول الله والله الذي لا إله غيره كل ذلك المكر والكيد أصبح هباء منثورا بفضل الله ثم ببركة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوان من نزل به هم ومن نزلت به يعني مصيبة وما صلى على النبي والله مقصر في حق نفسه أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الله عن كيد الكائدين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين وأذى المؤذين ومكر الماكرين أن الحياة ليست كلها بس صلاة وذكر وعبادة لا النبي صلى الله عليه وسلم كان له شيء من وقته يقضيه مع أهله ويقضيه في إيش في الترفيه عن النفس كيف كان يسابق عائشة كان يسابق بين الصحابة يخرجهم العصرية يرفه عن نفسهم يجروا ويمارسوا نشاط هذا نشاط رياضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة كما ورد في الأثر كنت أسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسبقه فلما كبرت أو لما حملت اللحم يعني لما سمنت شوية سابقته صلى الله عليه وسلم فسبقني إذن الحياة كلها إيش تحتاج إلى نوع من التوازن التوازن النفسي والتوازن ما بين الأعمال لما جاء حنضله قال يا رسول الله نكون عندك كأننا نرى الملائكة وكأن الطير على رؤوسنا فإذا خرجنا من عندك عافسنا النساء ولعبنا الصبيان نلعب مع بزورتنا وننسى كل الكلام هذا قال يا حنضله لو تدومون على ما كنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن يا حنضله ساعة وساعة الحياة ما هي كلها ذكر وعبادة لا تثقلوا على أنفسكم وإنما الحياة توازن ما بين الواجبات والإحتياجات فإذا وازنت في حياتك عشت سعيدا